طيب بشرفنا الآن كابتن نصر عباس خبرنا التحكيم المتميز لتقييم أداء الحكام اليوم سأل خير يا كابتن مرور مرحبا لك أنت تحاتي لكابتن عيمن وتحاتي لكل المشاهدي قناة النادل الآل في كل مكان تحاتي كابتن شريف عب منعم وسابقنا على فكرة أجمل حاجة الحكم تحاتي لعن كابتن إزام عربي كابتن عرب رحمن كابتن بلاي أداء كويس نادل الآن يا كابتن في ظل الظروف نقولنا الملعب نجيل الصناعي الأجواء إن شاء الله بإذن الله المبروة القديمة النادل الأهلي قادر بإذن الله أنه يفوز ويصعد للدور النهائي كابتن شريف وكنا كنا نملك على حكم كابتن عيمن الحكم كابتن عادل هو حكم من الحكام اللي يعني التحادل الفريقية بيعاول عليهم فترة اللي جاية حكم حابب نهوه بقى كويس حابب نهوه بقى كويس حتى في وسط ضغوطها كابتن شريف حتى في وسط الضغوط اللي موجودة فيها النهاردة عنده ضغوط ملعب وضغوط جماهير وضغوط لحاجات كتيرة ولكن أنا شايف النهاردة طاكم التحكم بالكامير قادر المباراة بعدلة الحكمية فائقة وفر كابتن عادل الحماية للعابين ودي مهمة قوي هتك تحس كابتشوفه أنت لعب كابتن أسامة كابتن بلال لما الحكم يكون كويس أنت كمال بتلعب بارتاح هو وفر الحتة دي للعابين اللعبين كلهم مقتنعين بقراتهم ودي أهم حاجة الحكم بيعملها خاصة لما بتكون أنت بتلعب خارج ملعبك قادر المباراة كابتن أوي أوي خطأ وحيد عنده يعني لو لا هذا الخطأ أعتقد كان حصل على درجة الامتياز بأمانة في هذه المباراة وممكن معنا اللاب ولكن بشكل عام كابتن هذا الحكم أعتقد هو أدار مبرجلة أوي 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 الخطأ الوحيدة كابتن عادل ويمكن عنده هنا نشوف لعبة أكرم توفيق على الرغم أنه هو أريب أوي أوي كابتن بلال أريب أوي 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 هذه الحالة يمكن ما تعددش ولكن هنا في استخدام للمرفق في وجه أكرم وزي ما قلنا أعتقد أنه أصيف فيها وكان على الأقل هو لم يحتسب المخالفة ودي كانت غريبة بالنسبة لي ولا منشه البطاقة هذه الحالة طبعا يعني عاز أقول لا تقلل من مستوات تحكيم ولكن على الأقل هنا شايف أن هنا هذا الخطأ لو كان احتسب وأشهر بطاقة صفرة كابتن عادل كان أعتقد خد درجة الامتياز في هذه المباراة ده يمكن خطأ الوحيدة اللي احنا جايبينه ليه ولكن جميع قراراته كابتن بلال داخل الصندوق وحنشوف حاجة جميلة جدا جدا دون اللجوء لتقنية الفور اعتمد على نفسه واجتهد وقدم براك وإيسا وربنا يعني وفقه في هذه المباراة حالة بعد كده حالة دي مهمة أولا بقى يعني محتاجة نقاش كابتن بلال كابتن أسامة هنا هو اللعب هنا بيراجع القرى للخلف لحارس مرموه بالرقبة بالرقبة ودي كانت في أول مباراة وهنا الحارس ماسك السؤال هو حسب راكلة حرر المرشة كابتن شريف ورجع فيه ورجع طب هو رجع بمزاجه كلمه حد كلمه بس صح هو هنا فقد التركيز سنة هو تخيل أن هذه اللعبة تتحس براك الحرر المرشة لأ كابتن بالرقبة ترجع عادي الحارس مرسك عادي وهو رجع صلح بسرعة وكان في الكومينكيشن كلمه أو لا فعمل لغى القرار واستنى بإسقاط كابتن بلالت سؤال تحكيمي وإحنا فقارات الأهلي بنده ثقافة أيضا في هذه الحالة مهمة إمتى أنا أحس براك الحرر المرشة كاتل لو اللعب ترجع مباشرة من القدم صحيح أو أنت ممكن ترفع الكرة من على الأرض آه أنا أطعقها و لعبة برجبتي متناغ لا لو نطعتها و لعبة برجبتي كده تبقى فاول برقب متناغة تتحس ب أطق يعني لو نطع بوش رجلي كده وبعدين نمتحتها لجول برجبتي آه تتحس براك الحرر المرشة آه ممكن لا أقول ممكن أو مش ممكن آه أنا رأي تتحس ب تمام نصر لو هي في الهوى و على رجلي و عملت كده و عملتها في الهوى تمام 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 هنا كابتن كابتن بلال كابتن بلال أصر أصر نقطة جميلة جدا هنا في تحايل بقى كابتن زي ما تحتك قلت يا بلال زي ما رفعت الكرة كده و رجبتي و بدماغي هنا يبقى هنا لازم الحكم ياخد قرار لابا كابتن حتى لو هي عالية كابتن احنا بقول إيه كرة جايلك انت خدتها من الأرض رفعتها من الأرض رفعتها الكرة التي عالية و أنا عملت كده و عملتها كده هنا كابتن الحكم هنا بيشوف التعمد كابتن يسام ولكن احنا بنقول الحالة اللي انت تكلم فيها بلال دي لو أنا كان مدافع رفعتها و رجعتها سواء بقى برقبتي أو برأسي هنا ركل لحة و رجل باشا هو ده كرار بنقول الناس ان دي ما فيش فيها مخالفة وبالتالي هو رجع سريعا في القرار الحالة بعد كده نشوف حالة مهمة جدا للي جاي هنا في مطالبة أو في لعبة في كابتن شريب بتتكلم على مخالفة لمس الكرة بالإيد داخل مطاقة الجزاء حكم قريب قوي 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 سكت الحكم في القرار كابتن عادل سكت الحكم في هذا القرار لو جبنا اللعبة هنا عمنا معامل ايه إيد ده ضهره بلال ثم الكرة بتيجي في بتيجي في الإيد المضمومة و احنا قلنا دايما لما يكون الإيد و انا شفت اللقطة من اول لقطة هو هنا خد القرار بالسمرار اللي عبون هنا الفور أكد على قرار كابتن شريف ده قرار خلي بالك من الحالات الصعبة والاختبارات اللي هي نهاردة جات للحاكم بشرح الاثنين اللاين مان كمان كان عاملين شغل كويس جدا يعني هو لو شاف اللاين مان كان حيديله لأنه على طول كانوا فيه تفاهم بالزبط كان فيه تفاهم في القرارات بيشاور له في الفاولات النهاردة كان التعاون جاي من طاقم التحكم بالكامل سواء كان فيه حكام ميدان او حكام الفور الحالة التانية نشوفها اللي جاية وهنا حالة من الحالات المهمة قوي شوف نمشي هنا خلي بالك كابتن عادل كابتن ايمن كابتن ملال اللعب الورا ده اخر اللعب لو مش موجود لو مش موجود احمر احمر ولكن عشان توق شوف العدلة التحكمية هو هنا ايه عجز ما تعطيه الهجوم واعد لما جات في ايد اللعب لم يتأخر في شهر بطاقة خلي بالك معياره احتسلاب المخالفات واحد هنا وهنا وهجي اللعبة بيرستلاو هي هي اللي خد فيها قرار بالصفرة هنا طبعا هو هنا ادى انزار فقط وهي تصحق الانزار اللي هنا كان لعب مغطي من مازمبي قرار صحيح اللي حكم في هذه الحالة الحالة اللي جاي بعد كده لعبة تانية وكانت جات في الآخر ولعبة يعني كشرح تحكيم يا كابتن بكل مقاييس لم تحتسب ركل الجزاء عارفت ليه قلنا دائما لابلال يسامة يا شريف يا عادل لما اللعب يلعب برجله وديجي في اليد حتى المفروضة طالما في نية لعب بالرجل انا بدي افترضات يستمر اللعب فانا بفترض هنا هي اولا هنا الصورة مش مضاحة انا بفترض ان هنا لعب الإيمان وانت في قدل ممدودا يستمر اللعب هيا قلشت وانت وتعدت ما فقمت ليه بلا مع Paniques في كل في كل الظروف هنا استمرار لعب الإيمان . هي في الكرة دي الكرة ليه llegó人формة وانت في باليени لا ولكن elemento وإعنQué لو ماقلشتش ممكن تكون قتالغة بالرجلة لعب الإيمان خرط كان قراره صحيح يستمر للعب وسoc Rahman oll واعطي الane اربما السحiens هيا من تكن الاختبارات الصعبة جدا جدا اخر حالة جابتين ايمن وهنا المعير واحد هنا فيه تعطيل الهجوم من بيرسي راجل رايح وارتكب بيرسي مخالفة هنا على طول لا متأخر في اشهر بطاقة هنا بطاقة هنا صح كل قرارات الحاكم كانت النهاردة قرارات تحكمية صحيحة تمنى ان شاء الله بإذن الله زي ما قلت فوز ان شاء الله في اليوم الجمعة ويكون التاكم التحكم على مستوى المباراة وناد لهج يفرح كل جامجير وكابتن شكرا جزينا لكابتن نصر شرفتين شكرا كابتن العين